اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا لو انا كنت مكانك كنت هعمل ايه لحد ما نبدأ نستقبل التليفونات او نبدأ نستقبل اسك ردوة او اسأل ردوة على الهوى خلينا ناخد سؤال جلنا النهاردة سؤال عجبني جدا انت دايما بتكلمي عن ازاي نتخطى او نعدي علاقة فشلة انا بقى عايزة اعدي علاقة فشلة انا عايزة اموف اون بسرعة الصاروخ انا مش عايزة اتوجع مش عايزة تقلم مش عايزة عايزة خلاص خلصت العلاقة العلاقة خلصت قوليه بقى ازاي اعرف عامل ده فانا هقولك دروتي ازاي نعرف نعمل ده اولا امشي بمبدأ او انا امشي بمبدأ انا مشيت علشان فهمت ممشتش علشان زعلت لانا لو ماشي وانا زعلانة حسننا الاستاذ يرجع تاني لكن لو انا ماشي وانا فهمة ان الراجل ده او الشخص ده ماينفعنيش كده كده يبقى رجع مارجعش مايفرقليش ومايلزمنيش فكرة انه يكون منتظر حد يرجعلي دي فكرة قاتلة تخليكي ما تعمليش الموف اون السريع فبالتالي انا مشيت علشان فهمت ممشتش علشان ساعد نمنا اتنين بقى فكرة ان هو ده اسمع فاغاني واجعني وتعبني وضيقني وقهرني وكسرني وحرام عليك كان طيب كان حنين اتريكة داب كبير زي مع عمر دياب لا يا ماما عايزة تسمعي عمر دياب نقدر نسمع اللي يمشي يمشي زي بعده فضة سكة لللي بعده حديك عندك اصالة غلبان قوي غلبان مش عايزة تسمعي جديد وعايزة تسمعي قديم عندنا ساتم وكرثوم بتقول واخترت بعد وعرفت عنت حتى الهجر قدرت عليه شوف الاسوب تعمل ايه الله خطيرة نمرة ثلاثة فكرة ان هو راح الشخص هو اللي راح مش الحب هو اللي راح هو مش خد الشر وراح لكن الحب موجود عشان بقى ما تتعقد ليش وتقوليلي اصلا انا عملي ما هعرف حب تاني انا مش هعرف اعيش من بعده هو الحب هو القلب هو القلب لا يا مام هو مشي واخد الشر وراح هنحب تاني وحن نتدلع وندلع ونتجوز وننبسط والحياة حلوة والرجالة اللذيذة الجميلة كتير فكرة بقى ان حديكتو عادي تعديف ومميزاتو ما بيديو قوي نفسك كان لازل زاوي كان كيوتو كان بيقولي كلام حلو كان شكله سمارت كان نجح في حياتو كان خطير كان بيقولي يا بابي ماي لوف كان طيب قوي كان بيجيب لي هدايا حلوة حبيبتي لو كان في خير ما كان نعمط طير خلاص هو بعيوبه بمميزاتو ما ينفعنيش ولو كانت عيوبه يا حبيبتي ولو كانت مميزاتو عفا يا حبيبتي خطيرة قوي كده وكتيرة قوي كده وكبيرة قوي كده ما كانتش عيوبه غطت عليهم وانتي قررت ان حضرتك تمشي او هو قرر ان هو حيمشي والعلاقة دي كانت كاملت هنعمل ايه بابي مميزاتو خلاص مش نفعانا يا ماما فكرة بقى انا عايشة عالصور واللي فات وحب الزكريات دي فكرة لازم تقتليها وتمسحيها خالص هي والشات بتاعه يعني ايه؟ يعني صور حضرتك اللي على التليفونك تتمسح يعني صوركم مع بعض تتمسح يعني فيديوهات اللي عندك تتمسح لو ليكم فيديوهات مع بعض انتوا في اي مناسبة مسجلينها تتمسح المحادسة اللي ما بينكم وما بينه على الواتساب تتمسح المحادسة اللي ما بينكم وما بينه على الفيسبوك ولا انستجرام اي حاجة هتفكرك بيه لازم تتمسح طبعا انا عارفة كواحدة ست وحاسة بيكي ان الطلعة دي نفسها تبقى طالعة صعبة شوية لكن يا حبيبتي باجع ساعة ولو كل ساعة ولو عايزين نموف اون خلاص بقى نمشي نمشي بقى ازاي نمسح تاريخه مش نقطع الصفحة نرمي الكتاب يلا خلاص ونشتري كتاب جديد فكرة بقى انا مش عارفة عيش من غيره انا مش عارفة عيش انا روحي بتروح مني انا قلبي سككين بتوجعني حبيبتي انت كنت عايشة قبلي عادي وحتعيشي بعدي عادي كنت عايشة من غيره عادي وحتعيشي من غيره عادي ده مابتأ لازم تحطيه في حياتك انا عارف عيش من غير اي حد مش عاريني اي حد مش عاريني انا عارف عيش من غيره عادي عادي اهو ايه اللي بقى دي بقى نبطل نرقبه على السوشيال ميديا نبطل نخش نبص على صوره نبطل نخش نبص على صور صحابه اللي هو ممكن يكون معموله فيها منشن اون تاج نبطل نخش على الفيسبوك نشوف اخر مرة هو ظهر فيها امتى نبص على الواتساب اللاستين اخر مرة كان بيكلم مين فين حيتحرق دمك على الفادي ومش هتعرفي تمشي يا حبيبتي وحتفضري قاعدة لازق كده على الكرسي ما بتفكريش غير فيه لازم خلاص خلاص انتهى نقوله تاني مهمة جدا لازم تشغلي وقتك تخدي دروستريكو لعبي تنسي اتعليمي خياطة اخدي دورات تدريبية اتعليمي آلة موسيقية اتعليمينك لغة لعبي رياضة اتعليمي طبيقك لما بتعرفيش تبوخي اعملي اي حاجة تشغل وقتك كل ما تكوني انت فاضية كل ما هتفكري فيه زيادة كل ما هتشغلي وقتك اتمسح باستيكة من تاريخ حياتي اللي بعدها بقى خطوة اللي بعدها ان حضرتك تقطعي كلام عليه مع صحابك مع الناس اللي حواليك وتطلبي منهم ان هما محدش فيهم يجيب صرته معاكي تماما نهائي كل ما هتتكلمي عليه اكتر كل ما هتفكري اكتر كل ما الموفقن هيبقى ابطأ اللي بعدها بقى وهي نقطة القبل الاخيرة لازم نبدل الذكرات النهاردة انا قاعدة فتحة تلفزيون اتفرجت على المسلسل هو قال لي اتفرج عليه اكلم واحدة صحبتي اكلمها عن المسلسل ابدل الذكرات سمعت اغنية في مكان الماء اسمع اغنية مع واحدة صحبتي نزلت شارع ماء اخذ امي في ايدي ونزل نفس الشارع امسحي ذكرياته تتبدل كلها اخر نقطة وهي انا بشوف انها اهم نقطة التفاقل وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعوضك ويديك العوض وما تحاوليش ان انت تبقي حزينة ولا تحزنه ربنا بيقولنا ولا تحزنه ايه يا تحزني طول ما هو موجود خليكي ممتلقة الروح والقلب بان ربنا سبحانه وتعالى حيديك العوض وحيديك الراجل زي الفل وزي ما قلتلك التاني خد الشر الروح دول العشر حاجات اللي انت لو عملتيهم هتعدي من اي علاقة فشلة انتهت بسرعة الساروخ انا يا ردوة الشربيني بشوف ان من اهم النقط فيهم ان انا كنت بشغل وقت بشغل وقت بنزل اشتغل اتريني يعني مش لازم ابقى موظفة اروح متدربة وانزل اطلع العب رياضة اخلص الرياضة اروح لامي اسعدها في المطبخ اخلص مطبخ اشوف صحبتي اخلص صحبتي اصلي قيام ليل اخش انام اصحى وهكذا ها جزين بقولوا ايه مكنة في ترس شغالة طول من انت شغالة مش هتعطالي في الموفون هتعودي بقى على السرير وتفضي تسمعي في اغاني وتعودي نهاية حنفضل فيها ثلاث سرين مش حننساها ولا حننساها ولا حنعف نحب غير ولا حنعف نشوف حياتنا انا عايزك يا حبيبتي اه شوف حياتك كده وخليك لطيفة وظريف احنا مش عرفها احنا معانا اول اسك ردوة النهاردة ايمان اهلو ايوهي حبيبتي ازاك اصو زردوة ازاك ايه تس يا روحتي عندك كم سنة عندي 17 يا روح قلبي انا يا ناسو بتتبرج علي يا ايمو متابعيك ومتابع كل كلام يا حيات قلبي طيب قوليلي بقى عندنا مشكلة ايه بصي اصو زردوة انا ارتبط من 6 شهور تمام اوكي يعني فاركشة بقالي سنة اه قاعد يقولي بحبك من فاركشة بقالك سنة يعني انت يتبطي وانت عندك 16 سنة او مش بدري قلب مامي لأ من جميع يعني من على التليفون عرفتي من ايه من على التليفون يعني من قريبة وحدة صاحبتي وبعدين يعني قريبة وحدة صاحبتك خليتك تكلميه في التليفون ايوه وقاعد يقولي بحبك ومش هسيبك ومش عارفة ايه جيش على تمانية اللي فات اللي بوبة توصى الله يلحب تمام موقفش جنبي يسابني وقبل ما يسابني خلي اخوي يتكلمني بعد كده بعدين فتر قالي ان انا بخونه مع اخوه كده ومش عارفة ايه بالدولة عايزي يرجع طيب اتي طبعا عارف ايه ان انت تقريبا اكبر من بنتي بسنتين صح كده ان انت في سن بنتي يعني الوقتي هكلم بنتي انا هكلم تيه خلاص طيب اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم انت بشايفة انه ان احنا لما نرتبط بسن حسألك على حاجة ايه من هو احنا بنرتبط ليه احنا بنحب ليه بنرتبط ليه يعني بصراحة يعني كل تجربة تجربة اتعلم خبرة يعني احنا مترابين انه البنت اللي بترتبط بترتبط بتحب وبترتبط علشان تتخطب وتتجوز مظبوط يا ايمان صح طيب انت شايفة انه يعني النهاية ان احنا لازم نتجوز مش معقول ان احنا حنحب حد او نرتبط براجل من غير ما يبقى في نهاية مظبوط لازم يبقى في نهاية محترم يا ماما صح طيب انت شايفة ان 16 سنة مش بدري عن ان انت تكوني متجوزة ايوه انا شوفته كده بعد كده هو قال لي بأكل كنت كل اما قوله صرت الجواز يكوني ايه ودي تهرب طيب ما هو هو عنده كم سنة ماما 19 طيب يعني انت صغيرة او حبيبي على سن الجواز انت مفوط قاصر وهو كمان صغير فاحنا دلوقتي احنا دخلين في علاقة العلاقة دي اصلا ملهاش نهاية واحنا بنات متربية مش متربين على ده صح كده ماما صح طيب ادي نمرة واحدة نمرة اتنين انت النهاردة يا حبيبتي اما تبقى عايزة تتجوزي راجل مش عايزة تتجوزي راجل مش بس يقول الكلام حلو او يدلعك افعاله الحاجات اللي هو بيعملها تبقى حاجات بيقول فيها ان هو بيحبك طيب انت النهاردة باباك يتوفى الله والله يرحمه ينفع تتجوزي راجل نادل نا ينفع تتجوزي راجل النهاردة لو جوزت الولد ده وعيالك عايو يقولك روح يتصرفي من حد من اهلك ولا منجرانك في الفلوس ويسيبلكو البيت لحد ما العيال تبقى كويسة احسن لا يرميك انت والعيال باليومين 3-4-5-6 ما تعرفيش عنه حاجة لا بعد كم شهر يتجوزك وبعدين يطلقك لما يزهق لا يبقى رب الخير ما بيجيبش الا الخير عملك او حصل ان حضرته كان موجود في حياتك اثناء ما والدك توفاه الله عشان يعرفك ان ده مش هينفع يبقى راجلك وان ده راجل ندل وان انت تستهل الاحسن وخلى كل السيناريو اللي يحصل ده يحصل علشان تشوفيه على حياته وعلشان هو اللي بقى سايبك وبيتلكك لك فانت تتأكدي ان مش هو ده الراجل اللي حضرتك تكملي مع حياتك فانت بقى الوقت بكلمين تقولي لي ارجع له ولا ما ارجع لهوش انا رتبت هالك اهو لو انا اللي بحكي لك الكلام ده قلتلك ان انا بابايا توفى وموقفش جنبي واتهمني في شرفي وقال علي ان انا خينة وباخونه مع اخوه وسبني وانا محتجاله اكمل معاه ايمان ولا ما اكملش هتقولي لي ايه لا علشان خاطري ارجوكي بس سويني انا شغيرة جنب محل قريبه تمام حال بيمقله كل اخبار مش مهم مش مهم علشان خاطري ايمان بلاش يبقى المكالمة اللي ما بينك وما بينك دي مكالمة تلفزيون اسمي الكلام اللي انا بقولك عليها علشان انا زي امك والله والله استاذ ردو انا بسي بحكي انا مش استاذة انا ماما وبسمع كلامك انا في سن امك ايه ايه انا في سن ماما ايوه اه ده مش هينفعنا خالص انت صغيرة قوي على الحكاية وكل ما بنكبر في السن كل ما رؤيتنا او وجهة نظرنا للدنيا بتتغير فبالتالي وجهة نظرنا في الراجل اللي احنا بنبعزين نتجوزه بتتغير ثانيا ربنا وراك ياهو ماهو احنا 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 لما بندعي ربنا بنقوله يا رب وريني او 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 يا رب قولي اذا كان الراجل دا ينفعني ولا لا اه بيدينا حاجات في الدنيا تخلينا نشوف اذا كان دلائل نشوف اذا كان دا نافع ولا مش نافع هو قالك هون هو مش نافع تمام ما تبشيش بقى ورا قلبك عشان قلبك دا مش هينفعك لما تطلعي وانت عندك عشرين سنة وعا معاك عيليم مش هينفعك قلت انا مش هفكر في حاجة زي كده واستخير ربنا خيره من استخار استخير ربنا انا بلاحظ ان ربنا بيبعدوا عني اكتر طب اهو عايز ايه تاني عشان خاطر اقفلي على القصة دي وايمان ما تقفيش على القصة دي كمان شهرين ثلاثة علي ابنا واحد تاني لا امام لا ابني مستقبلك احطي ارش في جيبك عشان الفلوس مهمة واحنا في زمن دلوقتي ما اعلم بيه لربنا وبعدين بعد كده خلينا نشوف الراجل المناسب في الوقت المناسب اللي ينفع نتجوزه شكرا ايمان هاخد جودي يا جودي هلو يا جوجو هلو ايوا يا جوجو انا سماعيك يا حبيب ازاي يا حبيب ازاي حضرتك انت عندك كم سنة يروحي عندي سمانتاشر انا شايفة انه البناتي كلهم بيتفرجوا علي قوليلي يا جوجي ايه مشكلتنا انا كنت خرجة من علاقة كويسة قوي خرجة من علاقة اه وانتي عندك كم سنة بدأت هذه العلاقة يا جوجو كم شهر يعني حلو سمعك يا قلبي كمني فانا كنت بس انا كويسة جدا بس انا كنت عايزة اتحرك عني تكون حاجات لي عليك بالاتيكيد بقى وازاي اهتملت نفسي بعد ما خلصت وكدا تعتملت نفسك بعد ما خلصت ايه مام؟ العلاقة دي عام كنت ازاي خرجت تقاربك فاطرة كدا معي انا كم يوم تقريبا انه كنت بقى عايزة رجعتيني اه مامي انا مش رهمك يا حبيبي انا انت عايزة عايزة تعرفي ايه عايزة في الزي زي جعتيني زي الاول وحاجات كدا ترجعي زي الاول بعد ما سبتي هذا الشاب اول حاجة تأخذي القرار ان احنا لسه بدري على موضوع الجواز انا عايزة ابني مستقبل الاول وعايزة يبقى عندي اسم في اي مجال ويبقى معايا فلوسي اللي اعرف اتصرف بيها في اي وقت واخب بالي من نفسي وحب نفسي علشان اللي ما بتعرفش تحب نفسها عمرا ما اعرف تحب راجل ولي ما عندهاش ثقة في نفسها ولي ما بانيتش نفسها كويس ما بانيتش نفسها عادل حيجي اي راجل اي ان كان طباعه او صفاته او خصاله حيجي يوديها مين ووديها شمال ويتحكم فيها والله البسي ومتلبسيش ونزلي متنزليش وطلعي متطلعيش بصوا انا 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 طبعا اعتقد ان احنا كده خلصنا اسكرادو او اسكرادو بس انا لازم اقول الحتة دي احنا انا مش هنظر عليكم ما بس انا كنت الشخصية دي يعني انا مكتش الشخصية اللي هي القوية اللي محدش يعرف يكلم معايا اللي بكلم الناس بمنطع القوة انا مكتش الشخصية دي انا كان يمين يمين شمال شمال البسي متلبسيش متطلعي متطلعيش ده فيه ده مفيش وانا باسمع الكلام وبقول حضر وطيب ونعم وبرضو عشان احنا نبقى فاهمين بعد صح ده مش معانا بقولك ان انت تبقي شخصية اجراسف يعني مش بقولك ان انت تبقي شخصية طاغية وعلى طول لأ ومش هعمل ده وبتاع خير امور الوسط لكن الواحدة بقى لما بتنجح وبمعاها فلوسة اللي في البنك وبتبقى بنية نفسها وعندها شخصية تتناقش تتحاور ويتقنع يتقتنع يتقنع الانسان اللي قدامها يتقتنع بكلام الانسان اللي قدامها وبتبقى فاهم ان الحياة مشاركة مش انا ماشي في ضل وخلاص لان انت انا ما هتبش في ضل وخلاص هتمسح شخصيتك تماما فهتبقي شخصي بالهوية فمش هتبقي عشان موسطف الدنيا واحنا ماتخنناش عشان نبقى عاشين توعساء ولا احنا نبقى تضل الحد احنا شركة في الحياة فبالتالي كل مش بقول تأخري السن لكن كل ما اتقربي من السن النضوج سن العقل تبقي بانية في نفسك تبقي شايفة مستقبلك ماشي ازاي هيبقى نسبة انه راجل يجيبك تيمين وراجل يجيبك شمال وتبقى علاقة فشلة اقل من ان انت بديها من بدري اوي كده والحقيقة كمان انه الرجالة المحترمة تحب الست النضجة او تحب البنت النضجة وتحب تشارك وتتشارك مع البنوتة او الست وتحب العقل اللي يقول لها ايه رأيك اعمل كذا في الشغل ولا اعمل كذا في الشغل دي مش هتيجي من النواحة شايفة واحدة عاملة كده ده وده عشان يركز لازم يملى وعشان يملى محتاج وقت والوقت محتاج عمر والعمر اللي بدري مش هياكل معده للأسف انا بعتذر لكل التليفونات موجودة معي دلوقتي انا بعتذر 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 جدا 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 معي دلوقتي تقرير لا ما عندناش وقت كمان طب زي الفولد مشاهدتي عزات وماناتي الحبيبات حشتوني قد الدنيا حشتوني قد العالم يلا نبدأ حلقتنا ولكن بعد الفاصل موسيقى